تبعث دير الزور اوراق قسد بين حين وآخر المحافظة ذات المكون العربي يصعب عليها الرضوخ التام لقسد التي تشكل قوات يبكي عمودها الفقري هذا ما تقوله الاخبار القادمة من هناك اشتباكات لم تسعها المنطقة دارت بين مجلس دير الزور العسكري مع قوات قسد على اثر بقتل عنصرين من المجلس العسكري على يد دورية عسكرية من قسد في بلدة الصور شمالية دير الزور الاشتباكات والمواجهات تركزت شمالية المحافظة في ظل محاولة قسد دفع تعزيزات نحو منطقة الاشتباك في بلدة الصور تعزيزاتهم قطع طريقها الاهالي وعناصر مجلس دير الزور العسكري الصدام العسكري هدأ اليوم بعد امر قائد مجلس دير الزور العسكري احمد الخبيل قواته بالانسحاب ووقف الاشتباك مع قسد في ناحية الصور شمالية دير الزور في ظل حديث عن سهدئة توصل لها الطرفان في خلفيات الخبر تقول مصادر خاصة لحلب اليوم إن قسادة تتخوف من قلب الطاولة عليها في المحافظة من قبل الفصيل العربي بعد اجتماعات متكررة أجراها وجهاء وقادة عسكريون من دير الزور مع قيادات في التحالف الدولي سلاها نشاط لمجلس دير الزور العسكري باتجاه إنشاء معسكرات بالفصيل العربي في المنطقة التسخين بدأ من هنا واشتد بعد استبدال قساد حواجز مجلس دير الزور العسكري بحواجز تتبع لها وهو ما أثار حساسية لدى قائد الفصيل أحمد الخبيل الذي اعتبر بعض قادة قساد عشد خطرا من الأعداء كما وصفهم في مقطع صوتي سريب من إحدى المحادثات الداخلية لمجلس دير الزور العسكري الخبيل حينها نفى وجود خلاف مع قساد مؤكدا أن حديثه يأتي من باب النقد الداخلي للفصيل لا تهدأ دير الزور إذن ويبدو أن حساسية الوضع فيها أضحت تقلق قساد التي باتت على ما يبدو غير مرحب بها في المحافظة محافظة تطيب للضيف وترفض القادمين بقوة السلاح أي أن كانوا